اشتركوا في القناة تعاقده رسميا مع عسيري دو الستة والعشرين سنة لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي الاهل السعودي واشر السويكد في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر الى ان صفقة عسيري تم حسمها بدعم كامل من صاحب السمو الملكي الامير خالد بن فهد عضو الشرف الدهبي بنادي النصر واضاف رئيس قلعة النصر حروف اللغة لا تكفي لشكر الرمز النصراوي والداعم الازلية صاحب السمو الملكي الامير خالد بن فهد الذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري ورحب السويكد بعسيري داخل صفوف نادي النصر قائلا مرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين جدر بالذكر ان عسيري رابع صفقة يحسمها النصر لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم في الموسم الجديد بعد كل من الحارس الاتحادي امين بخاري ومتوسط الميدان الشاب عبد المجيد الصليهم وصانع العاب القيسومة سلطان العنزي ووجه عبد العزيز بوغلوف عضو شرف نادي النصر رسالة ترحيب الى اللاعب عبد الفتاح عسيري حيث نشر بوغلوف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر رسالة جاءت كالتالي مرحبا بالنجم عبد الفتاح عسيري في معقل العالميين كل الشكر للداعم الكبير ولإدارة العالمية وان شاء الله توفق الإدارة في شراء الفترة المتبقية من العقد وتبقى علاقة النصر بشقيقه الاهلي علاقة مميزة ومتينة شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة